تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المتجددات تماما فريق الجيش الملكي كان آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرش أتى له ذلك عقب فوزه أمس على فريق نهضة زمامرة بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة لحساب دور ثمن نهائية سجل هدف فريق الجيش الملكي كل من أمين زحزوح ويوسف عربيدي فيما قلص فريق اللاعب محمود بن حليب النتيجة لفريق نهضة زمامرة نصر الدين بمدرب فريق الجيش الملكي بدى سعيدا بالتأهل لكنه لم يكن مرتاحا للمستوى الذي ظهر به فريقه نستمع ما قاله بهذا الخصوص طبعا سعيد جدا بالترشح رغم لي أنا تبعت الحالة ما يمكنش كنا سعيد ربما بالمستوى لي ما كانش كما نحب ذوه لكن هذا الاستحقاق إذا كان ما كناش جيدين أيضا يعود الاستحقاق للفريق المنافس اللي فريق صراحة ممتاز وحطنا في عدة وضعيات صعبة لكن الروح كانت متواجدة الروح الانتصارية والقتلية إلى آخر لحظة في دور ربع نهائي للإشارة سيلتقي فريق الجيش الملكي الأربع المقبل مع فريق أولمبيك جيرا من القسم الثاني دور ربع نهائي للإشارة ينطرق بعد غدين سابت بلقاء الرجاء الرياضي ومضيفه حسنية أجديرا مع منافسات الكأس دائما هاته المرة في تونس حيث فجر فريق محيط قرقنا مفاجأة كبيرة بعدما تغلب أمس على التراج الرياضي بهدفين لواحد على ملعب طيب لمهري ضمن منافسات الدورة السادس عشر التراجي الذي أراح عددا من لاعبه الأساسيين ترقبا لنهائي دور أبطال إفريقيا أمام الأهل المصري الأسبوع القادم لعب منقوصا من لاعبين بعد طرد كل من أمان الله مجاهد وهان إعمامه نقص استغله خصمه فوقع التقدم في الدقيقة التاسعة والستين الترجي رغم ذلك أدرك التعادل في الدقيقة التاسعة والثمانين التجأ الفريقان بعدها لشوطين إضافيين سجل فيهما محيط قرقنا هدفا ثانيا جعله آخر المتأهلين لثمن نهائي كأس تونس كرة القدم أكيد حديثنا اللحظة عن منافسات دور أبطال أوروبا مجددا سيظهر فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية سيكون ذلك للمرة الثامنة عشرة في تاريخه وهناك على ملعب وينبلي في الأول من يونيو سيبحث عن لقبه الخامس عشر سيبحث عن تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب جسر العبور نحو ذلك كان ليلة أمس على ملعبه سانتياغو بيرنابيو بمدريد أمام ضيفه باير ميونيخ الألماني في إياب دور النصف حضرت تشويق بين الفريقين لكسر تعادل الدهب بميونيخ بهدفين لمثلهما نصف المباراة الأول كان خلاله أصحاب الأرض الأفضل لكن دون أن تهتز شباك قائد باير مانويل نوير أما النصف الثاني فكان للبدلاء فيه النصيب الأكبر من التألق الدولي الكندي ألفونسو ديفيس منح الفريق البوفريا تقدم في الدقيقة الثامنة والستين انتظر الريال أخير لحظات لقلب الطاولة على ضيفه البديل خسيلو تقمص دور البطل سجل هدفين توالي عدل في الدقيقة الثامنة والثمانين ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اللجوء إلى تقنية الظار لتأكد من عدم وجوده متسللا لم يمر اللقاء دون جدل تحكيمه البايرن احتج على حكم اللقاء البولندي مارتشينياك لعدم احترام بروتوكول الإعلان على تسلل كان صف أعلنه بصافرته قبيل هدف وقعه الفريق الألماني في آخر اللحظات فريق الريال مادريد وفي بحثه عن لقبه الخامس عشر سيكون في مواجهة خصم ألماني آخر يتعلق الأمر بفريق بروسيا دورتموند الذي كانت أهل على حساب باغيسان جغمان الفرنسي إذا كان الريال يبحث عن لقبه الخامس عشر فريق بروسيا دورتموند سيطمح للقب ثاني في البطولة في ظهوره الثالث في المشهد الختامي لأرقى البطولات الأوروبية نبقى دائما مع المسابقة القرية ومسابقة الدورية الأوروبية لأوروباليغ مساء اليوم يتحدد الطرف المباراة النهائية بإجراء مبارتي إياه بدور النصف فريق مارسيليا الفرنسي بلاعبها الدوليان المغربيان أمين حريث وعزدين أناحي يحلون ضيوفا على أطلنطا الإيطالي علما أن الفريقين تعادل دهابا على ملعب فيلودروم بهدف لمثله أما بطل ألمانيا باير ليفركوزن الألماني فيلعب في ضيافة روما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية زملاء الدولي المغربي أمين عدلي وبعدما حسموا لقب التتويج بالدوري الألماني يبحثون عن مواصلة موسمهم المميز يسعون للحفاظ على تقدم الدهاب بهدفين لسفر بلغ فريق فيورنتين الإيطالي نهائيا مسابقة المؤتمر الأوروبيا الكونفيرانس ليغ للسنة الثانية على التوالي رغم تعادله أمس مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لمثله إيابا في نصف النهائي مستغلا فوزه في مباراة الدهاب بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة النهائية التي تقام في التاسع والعشرين من مايا الجاري في أثينا يواجه فيورنتين الفائزة من المواجهة التي تجمع اليوم أولمبيا كوسا اليوناني وضيفه أستون فيلا الإجليزي في إياب نصف النهائي الآخر لقاء الدهاب كان قد انتهى لصالح الفريق اليوناني بأربعة أهداف لهدفين حينها تألق الدولي المغربي أيوب الكعبي بقميس أولمبيا كوس بعدما سجل الهاتري بعيدا عن كرة القدم في كرة السلة المغربية تغلب فريق الفتح الرباطي حامل اللقب على فريق الوطية تنطان بواحد وتسعين نقطة لست وسبعين أمس برسم لقاء مقدم عن الجولة الثانية من منافسات البلايوف وتم تقديم اللقاء بسبب التزام فريق الفتح الرباطي بمنافسات الدورية الإفريقية لكرة السلة البال الذي سيمثل فيه كرة السلة المغربية دورة ستقام بين الرابع والعشرين من ماي إلى الفاتح من يونيو بالعاصمة الرواندية كيغالي نختم بكرة المدرب وطولة روما لماسترز الألف نقطة في منافسات السيدات توجت الياباني نوميوساكا المصنف أولى عالميا سابقا عودتها إلى البطولة لأول مرة منذ العام واحد وعشرين والفين بالفوز في الدور الأول على الفرنسية كلارا بوريل بجولتين دون رد سبعة ستة وستة واحد اليوم تتواصل منافسات الدور الأول لدى الرجال والموعد سيكون مع ظهور المتدور الإسباني الرافايل نادل الذي سيواجه الخصمه الروماني زيزو بيغاس بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية صباح الرياضة أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة